وتحديداً بالنسبة لسوق الأسهم أيضاً إذا بننتقل إلى خبرنا التالي ونحكي عن شركة مايكروسوفت سجلت شركة مايكروسوفت أرباح وإرادات أقل من توقعات المحللين في الربع الثاني من عام 2022 الرابع للعام المالي للشركة. الأرباح المعدلة للسهم وصلت 2.29 دولار مقارنة بتوقعات عند 2.29 دولار. أما أيضاً إذا بنحكي عن الإرادات فوسلت 51.87 مليار دولار مقابل تقديرات عند 52.44 مليار دولار وأوضحت الشركة أيضاً أن الإرادات زادت بنحو 12% في فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو حزيران على أساس سنوي مقابل نمو بنسبة 18% في الربع السابق لهم. وارتفع صافي الأرباح بنحو 2% إلى 16.74 مليار دولار. هذا وبلغت إرادات وحدة إنتليجنت كلاود واللي بتضم خدمات من بينها مايكروسوفت أزور وأيضاً ويندوز سيرفر مستويات 20.91 مليار دولار بما يمثل ارتفاع بنحو 20% لكنه مستوى دون أيضاً توقعات المحللين عند 21.10 مليار دولار أما فيما يتعلق بإرادات أزور تقريباً واللي هي خدمات السحابية الأخرى فقفزت بنحو 40% مقارنة بزيادة بنسبة 46% في الربع السابق وتراجعت أيضاً مبيعات تراخيص ويندوز بنحو 2% في الربع الماضي وخلال الربع الماضي خفضت مايكروسوفت الإرشادات التوجيهية الخاصة بصافي الأرباح وأيضاً الإيرادات بفعل تغير أسعار صرف العملات الأجنبية مثل ما عم نشوف بالفترة الأخيرة بشكل عام اللون الأحمر يطغي على سوق الأسهم بالنسبة للشركات التكنولوجية حتى في منطقتنا العربية العديد من الشركات التكنولوجية انخفضت أسهمها مثل شركة أنغامي شركة سوفل والعديد من الشركات الأخرى ومثل ما عم نشوف أيضاً حتى عمالقة التكنولوجيا عم تتأثر وعم يلعب دور أيضاً التضخم اللي عم بيصير وارتفاع أسعار الفائدة بشكل كبير في انخفاض الأسهم بشكل عام موسيقى